حقيقة التلاوة للقرآن من أعظم أسباب حصول البركة وحصول الرفعة في الدنيا والآخرة قد تكلمت قبل قليل عن الرفعة في الدنيا إن الله لا يرفع بهذا الكتاب بأقواماً يضع بآخرين فيا أيها الأب الكريم وإية الأم الكريمة إذا رمتم علوة ابنكما ورفعته فالله الله بتعليمه القرآن وإلحاقه بحلقه في المساجد وأيضاً هذه الرفعة لا تتوقف عند الدنيا بل تمتد للآخرة فقد جاء من حديثهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة والسفرة الكرام البررة هم الملائكة السفراء الذين لهم منزل قريبة من الله هؤلاء السفراء اللي يرسلهم الله لخلقه ويرسلهم لأنبيائه ورسله ولمن شاء من خلقه قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه له أجران فما أعظم هذا القرآن إن كنت ماهر فيه ففي أعلى الدرجات وإن كنت يعني من المتأخرين في إتقانه وضبطه ووشاق عليك وتعتع فيه فأنت من أهل الأجور والمضاعفة فله أجران طبعا أجر التلاوة وأجر المجاهدة والمشقة التي ينالها وأيضا جاء في الحديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هل هناك أعظم من هذا؟ أن يقال لك يوم القيامة اقرأ وارتقي اقر ورق ارتقي ارتفع في الدرجات العلا حتى بعض العلماء استنبطت من هذا الحديث من عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن أنا قال ارتقي وإن كان القول الأصح خلاف ذلك والله أعلم لكن هذا من الأقوال التي وردت في عدد درجات الجنة أنه بعدد آي القرآن ولا غرابة فالقرآن كله بركة الله سبحانه وتعالى جعله مبارك وستأتي إن شاء الله في المقاصد الأخرى بيان ذلك من الحقيقة الأمور التي نذكر بها أن هذا القرآن هداية فأنت لما ترسل ابنك للحلقة يقرأ القرآن يقرأ آيات العقائد يقرأ آيات الصلاة يقرأ العبادات يقرأ آيات المعاملات يقرأ آيات البر فينعكس عليه لأنه ما يمكن واحد يقرأ القرآن ويحمل القرآن وفي وقضى ربك لا تعبد إلا إياه بالوالدين من إحسانه يروح يعقمه ويعقبه ما يمكن ولا يليق هذا والقرآن مربي يربي أتباعه يربي حملته يربي من يتلوه ومن يقرأه ومن يسهر ويقوم به الليل ومن يضمأ به في النهار فالله أحكم وأعلم وأرحم من أن يضيع جهده ولهذا أقول للأباء وللأمهات خير ما تحفظون بأولادكم في هذا الزمن المخيف المدلهم بالفتن والمحان كما لا يخفى عليكم الآن القرب البعيد ونطق الحديد وأصبحت العالم كله قرية واحدة وأصبح الناس عبر التواصل ولا أريد أن أفصل أكثر فالقرآن في الحقيقة يربيه ويهذبه ويحفظه الله به